أهم عنوين ومنشتات الصحف المصرية لصباح الجمعة 7 مارس 2014 نقرأها اليوم مع الصحفي الأستاذ عمر حسنين مساعد رئيس تحرير جريدة المصر اليوم أهلا وسهلا نهارك سعيد نهارك سعيد سنقرأ معكم مشاهدين أهم العنوين والمنشتات ونعود إليها بالتحليل وأول خبر معنا من المصر اليوم وبيقول الحكومة تقر انتخابات الرئاسة وتحصن قرارات اللجنة العالية من الأهرام صحب السفراء الخليجيين من الدوحة على جدول الوزاري العربي من الوطن مصر تتسلم أربعة سفن حربية فرنسية وتفاوض ألمانيا لشراء غوستين من المصر اليوم من جديد المدارس والجامعات تحت التأمين قبل عودة الدراسة غدا من الأخبار السيسي يقول الدول لا تتقدم بالكلام ومصر تحتاج من أبنائها الكثير من الوطن مرة أخرى حماس تحشد على حدودنا والجيش يتأهب للردع من الأخبار صفعة لأمريكا وأوروبا برلمان القرم يوافق على الانضمام لروسيا من الأهرام نبيل فهمي وزير خارجية يقول عودة البعثة الدبلوماسية إلى ليبيا قريبا وترابلس تتسلم السعيدي أقص دافي من النيجر في النيجر وأخيرا وآخر خبر معنا من الأهرام ضبط 755 قطعة أثرية مسروقة قبل تهربها أهلا بك مرة تانية أستاذ عمر حسنين مساعد رئيس تحرير المصري اليوم وأول خبر معنا هو من المصري اليوم الحقيقة والحكومة تقرق قانون الانتخابات الرئاسية الذي طال انتظاره نعم بالأمس هل صدر القانون هل نشر القانون نقدر يتكلم عليه أو لم ينشر هو غدا إن شاء الله الرئاسة ستعقد مؤتمرا صحفيا تعلن فيه تفاصيل هذا القانون لكن الزملاء في المصري اليوم استطاعوا أن يصلوا إلى معلومات من مصادرهم في رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا القانون تم إقراره والنقطة الخلافية كانت في هذا القانون هي مسألة تحسين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هذا القانون أو هذه الجزئية في القانون التي لم توافق عليها المحكمة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة وأعيد إلى رئاسة الجمهورية برفض تحسين اللجنة لكن صدر بالأمس تمع رئيس الوزراء وصدر قرار بتحسين هذه اللجنة لأن إشكالية عدم التحسين قد تعرضنا إلى تأخر الانتخابات الرئاسية لفترة طويل فمسألة تحسين قرارات أعتقد أنه في صالح إجراء الانتخابات الرئاسية وليس هو القصد منه الحفاظ على خطأ أو إقرار خطأ ما في هذه المسألة مقننة هناك أمور كثيرة في هذا القانون تعطي من يترشح أو من يتنافس على منصب رئيس الجمهورية كل الحقوق للطعن على الآخرين أو للتأكد من تقديم الأوراق السليمة أو التأكد من استحقاق المرشح لخوض هذه الانتخابات لكن عندما تصدر قرارات سواء كانت هذه القرارات لموعد الرئاسة أو اختيار المرشحين أو إعلام فوز أحد المرشحين هذه القرارات فعلا هي محتاجة إلى تحصين حتى لا يكون هناك لغط أو يكون هناك تأخيرا للاستحقاق الخاص بانتخابات رئيس الجمهورية لكن القانون نفسه لم ينشر بعد ينشر بكرة ينشر بكرة وبكرة في مؤتمر صحفي في رئاس الجمهورية سوف تعلن في كل التفاصيل تمام الأهرام في خبر عن سحب السفراء الخليجيين اللي طلعتنا بجميع وكالات البحرين والأمارات والسعودية سحبوا سفراءهم من قطر وده في سابقها لم تحدث أعتقد من قبل خاصة أن دول دول مجلس تعاون خليجي كمان بيجمعهم غير الدول العربية والجامعة العربية كمان مجلس تعاون خليج هو طبعا هي خطوة جريئة وخطوة عظيمة من هذه الدول العربية الكبرى السلاس الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر أن هذا القرار فشل للسياسة الأمريكية والكلام هذا سيطرح على لقاء خدم الحرمين مع الرئيس أوباما خلال أيام المقبلة في زيارته للسعودية طبعا هو معروف وإيه الوزاري العربي في اجتماع المجلس ووزراء الدول العربية في اجتماع عليهم في الجامعة العربية والكلام هذا سيكون على أجندة اجتماع مجلس وزراء الدول العربية في هذا الاطار جماعة الإخوة المسلمين طالبة الدول الثلاثة بالتراجع على قرارها وكاف دعم مصر اقتصاديا وسياسيا أنه معروف طبعا سبب سحب السفراء من الدوحة هو تدخل قطر في الشأن المصري وتأييدها لجماعة الإخوة المسلمين وعناصر التهارة الإسلام السياسي المؤيدة هل حصل تراجع في اللهجة شوية مبارح من قبل الثلاث دول التي سحبت سفراءها يعني يال قيل أنه ليس نهائي هذا القرار لا أعتقد أن هذه الدول اتخذت هذه القرار بشكل حاسم وأنه لن يتم التراجع عنه إلا إذا غيرت قطر في موقفها وتوقفت عن تدخلها في الشأن المصري ولم ترد قطر قطر لم ترد لكن اعتبرت جماعة المصادر من بياناته عن جماعة الإخوة المسلمين وعن التنظيم الدولي اللي معظم موجود أصلا في قطر فيه أخبار بتتردد مش عارفة هاركة عندك فكرة عنها ولا لا عن إمكانية انضمام مصر لمجلس التعاون الخليجي وده شيء بيتم بحثه الآن هل ده وارد ولا مجرد شائعات لا هذا الكلام طرح منذ فترة طويلة وحتى في عهد الرئيس السابق مبارك كان تم تدول هذا الكلام لكن تجدد مرة أخرى هل هذا الكلام مجرد كلام للاستهلاك السياسي أم أنه سيتم تنفيذه بشكل فعلي هذا الكلام مردوده إلى الخارجية المصرية وإلى القيادة الأولية في مصر طبعا شيء مستغرف شيء ناس تقولك طب مصر على قطع بدول الخليج طبعا هي ككيان اقتصادي كان تطرح الكلام ده قبل كده طيب مصر من الوطن مصر تتسلم أربعة صفن حربية فرنسية وتفاوض ألمانيا لشراء غواصتين وده برضو في ضمن تناوع مصادر السلاح أعتقد برضو طبعا هذه الصفقة الكبرى التي أعتبرتها كثيرا من الصحف العالمية أنها تحول في التسليح المصري المشير عفتاح السيسي كان قد اتفق عليها منذ خمسة شهور وهناك تفاوض على الغواصات الألمانية ويمكن قصة الغواصات الألمانية هي مرتبطة بقصة الجسوس الأخيرة لأنه من بين المعلومات التي سربها الجسوس هي قصة الجسوسية الأخيرة هي اتجاه مصر لشراء الغواصات الألمانية وطبعا ضغطت إسرائيل عن طريق أمريكا وتم يقاف هذه الصفقة لكن أعيد التفاوض عليها مرة أخرى وهناك أيضا طائرات إرباص تم تسليم هذه الصفقة أو من ضمن الصفقة تسلم إلى مصر من فرنسا طبعا معروف أن أمريكا قصة تسليح القوات المسلحة المصرية هي ورقة من أوراق الضغط التي تستخدمها لولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن زيارة المشير لروسيا وأن ما حدث الآن مع فرنسا هو تنوأ في مصادر السلاح للقوات المسلحة المصرية يعني عشان زي بالبلد كده صبعا ما يبقاش تحت درس حد صحيح ودعم الاستقلال القرار المصري يعني أنت ما تنوع ده فده معناه برضو استقلال القرار المصري اليوم بقى هل حصي مات حكاية المدارس أن المدارس بكرة لأنه كان فيه شائعات كثيرة وحصل شوية بلبلة كده مبارح أنه لا المدارس ستؤجب للأجل غير مسمى وكذا لكن مصري اليوم بتقول المدارس والجامعات تحت التأمين قبل عودة الدراسة غدا هو حتى الآن وحتى هذه اللحظة المدارس غدا عدا جامعة الأزهر هناك تأخير فيها لمدة أسبوع تحت قول أن هناك إجراءات وإنشاءات تجرى في المباني التي تم تحطيمها أو المباني التي تعرض للتلف إثناء تظاهرات أو إثناء الأحداث التخريبية التي حدثت في الجامعة قبل أجازة نصف العام لكن هناك خطة تأمينية كاملة تقوم بها وزارة الداخلية من دوريات تمر حول المدارس من وجود سيارات شرطة أمام مجمعات المدارس من عمليات فحص بالكلاب البلوسية عن المتفجرات سواء حول المدارس أو داخلها عمليات تأمين كاملة لأبنائنا وأشقائنا مع بداية الدراسة غدا سواء كان في الجامعات أو في المدارس أي مصادر البلبلة دي أستاذ عمر لأن فعلا كان فيه طرارة التي ستؤجل أجل غير مسمى والناس تانية تكتب لأحة بكرة لأحة تؤجل يعني عايزين نحسم الشك مصادرها هو بالتأكيد السبب الرئيسي التأجيل المدارس لم يكن سببا صحيا كما قيل السبب الرئيسي هو كان سبب أمني في السبب الأول وأعتقد أن أجهزة الأمن الآن قادرة على حماية المدارس أو على وضع خطة لتأمين المدارس ومنع عملية التخريب أو إصابة أبنائنا بأي أذى وحتبدأ إن شاء الله هذا يعني ما هو مقرر إلا إذا فجئنا مثلا صباح الغد بقرار أو في نهاية اليوم بقرار مختلف من وزير التربية والتعليم أو من رأس الوزراء عايزة روح بقى لتصريحات المشير السيسي من الأخبار واللي بيقول فيها الدول لا تتقدم بالكلام ومصر تحتاج من أبنائها الكثير دي كان ضمن إيه التصريحات دي وعايزة شوف قراءة حضرتك لللهجة دي أو هذه التصريحات هو طبعا في الفترة الأخيرة أو منذ أمس الأول المشير عفتاح السيسي حسن مسألة ترشحه لرئاسة الجمهورية وقال إن أنا لن أدير ظهري وإن أنا هستجيب لشعب المصر أنا أقدرش أن المصرين يطلبوني وأنا مستجيبش ليهم كلام المشير عفتاح السيسي موجه لما يدركه من أحوال قاسية تمر بها البلاد الظرف الاقتصادي هو الأسوأ على كل الأحوال الآن يليه الظرف الأمني معروف أنه في الفترة الأخيرة كان هناك تظاهرات فقوية سواء في قطاعات النسيج أو الأطباء أو جميع عادة التظاهرات الفقوية مرة أخرى للشرع المصري مطالبة كل المطالب بتصب في المطلب الاقتصادي أو في الجانب الاقتصادي هو يعلم تماما الحالة الاقتصادية للبلد هو يوجه خطابا عقلانيا إلى الشعب المصري ليدرك ما حوله بيقول أنه لازم يدنا الأول علشان أنتظر أن أنا أجني بيقول أنه معارك الكلام اللي بتدور سواء على شاشات التلفزيونات أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو من خلال الشارع ما هيش اللي حتتخلي مصر تتقدم مصر حتتقدم الإنتاج وبالعمل والحقيقة يعني هذه هي لغة الخطاب عند المشير لكن في ناس كتير أستاذ عمر لمحة تغيير نوعي فيه أسلوب الخطاب أو فيه محتوى الخطابات خاصة المرة دي والمرة اللي قابلها على طول اللي كانت برضو بيخاطب فيها مجموعة من القوات المسؤولية لأنه هو اقترب من تحمل المسؤولية أو من المشاق يعني من خول ولا قلق من من التوقعات العالية اللي عند الناس قلق فبيحاول يعرض الواقع أمام الجميع هو طبعا ده جزء من الحقيقة لأنه اللي حصل مع محمد مرسي في بداية حكمه الشعب المصري بعد ثورة يناير كان منتظر أنه إحنا خلاص أبضنا على الحرامية وبرجعنا فلوسه منتظر الصبح يحط فلوس في جيبه لكن هو مش مدرك تماما الحالة الاقتصادية العامة للبلد والوضع الاقتصادي اللي فيه البلد فالناس مستنية يأتي المشير عفتاح السيسي وفي يده عصى سحرية يحقق بها كل أحلام وطموحات الشعب المصري هو الرجل عايز يوصل للناس إحنا فين وموجودين فين وإنه هو لا يملك عصى سحرية ولا أي حد ولا أي حاكم وإذا لم يكن الشعب هو فيه ناس مختلط بينها طبعا عايزين الشعب يشتغل ما الحكومة تعمل هو بيوجه خطاب لمصر جميعا سواء كان العامل وطبعا دي لغة الرجل العسكري أنه لازم أدي الأول مصر كلها حكومة وشعبا لابد أن تتحرك نحو الإنتاج ونحو العطاء ثم تنتظر أن تجن السمار تعالوا نزرع الأول وبعدين ننتظر أن نجن السمار لكنه لا نحن لدينا زرع علشان يجي المشير أو يجي غيره رئيسا للدولة فنقطف السمار في اليوم التالي لوصوله لكرس الحكم ولكن أكيد سواء جاء المشير السيسي أو جاء غيره سوف تحدث مطالب وسوف تخرج فئات من الشعب وتطالب بمطالب أخرى يعني لا يوجد بشر يجمع عليه الناس بنسبة 100% أكيد وفيه مطالب كثير وفيه مشاكل كثير يعني تنتظر لحلول كمان بالتأكيد طيب خلينا نشوف خبر الوطن حماس تحشد على حدودنا والجيش يتأهب للرادع إيه مصدر هذه المعلومات المصادر هذه المعلومات كما ذكرت صحيفة الوطن نسبتها المصادر الخارجية لكن هو منذ حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس حركة إرهابية وهناك دعوة أخرى أمام القضاء الإداري تطالب بعدم خروج التحفظ على عضاء حماس في مصر وعدم دخوله استمح لهم بالدخول لحين انتهاء التحقيقات من مجزرة رفح الأولى وانتهاء المحاكمة في قضية التخابر اللي هم متهمين فيها هناك قلق شديد وردود أفعال وحماس حولت المسألة أن مصر يعني دي لها علاقة بالقضية الفلسطينية وأن مصر بتسحب إيدها من القضية الفلسطينية هذا الكلام كله معروف كيف ضحت مصر من أجل القضية الفلسطينية وماذا دفعته مصر من يعني اقتصادها وأبنائها وكل شيء من أجل القضية الفلسطينية بدأت حركة حماس رصدت صحيفة الوطن أنه حماس بدأت تنشر مسلحين على الخط الحدودي مع مصر لكن القوات المسلحة المصرية أعتقد أنها يقظة جدا يعني قوات المسلحة يلا أعلنت الأخبار دي لا المصادر ليس من القوات المسلحة هي استقت مصادرها صحيفة الوطن من مصادر ومن صحافة مصادر مجهلة يعني وصحافة غربية لكن هذا هو واقع يعني منذ صدور الحكم وحقيقة أنه حركة حماس فيه تجمع عند المعبر اللي هو مقفول دلوقتي وأنه كما يتخيلوا أنه استعراض للقوة لقوة حماس بس ليس المتحدث العسكري هو لا لا الكلام ده ليس من مصادر مجهلة هو طبعا معروف أن القوات المسلحة طب أنا عايز أعرف أسأل حضرتك أربو ده بمنع الناشطات الأوروبيات مبارح اللي هم جزء منهم من أصل جزائري وكان فيه واحدة منهم حاصلة على جائزة نوبل كانوا بيحاولوا عبور إلى غزة يعني لدخول غزة لكن هل داليا علاقة بعلاقة مصر بحماس هي المسألة ليس لها علاقة يعني بالخلاف مع حماس حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني شيء هو منظمة حماس شيء آخر حماس ما تريده أو ما تطلبه هو التغاضي عن يعني اشتراكها مع جماعة الإخوان المسلمين في في مرتكباته داخل مصر من جراء اللي ناس رابطت الحدثين مع بعض لأنه هناك من يرى أن منظمة حماس أو ما تفعله حماس أو أن حماس هي المسيطرة على الشأن الفلسطيني فباعتبار أنها صاحبة اللغة أو صاحبة القول أو هي مصد يعني هي الذي يتحدث بلسان الشعب الفلسطيني لكن مسألة النشطات تم حلها بالأمس وهي يعني أعتقد يعني لا علاقة لما يحدث مع الفلسطينيين بما تتخذه مصر منقرارات مصر منحزة إلى القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني لكن مصر لا تقبل من يتخابر عليها ولا تقبل من يتدخل في شؤون الداخل لكن مصر كمان لو في نشطات رايحين يكسروا الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة لابد مصر تدعم كندا أكيد يعني هو موقف الحقيقة مستغرب برضو إلى حد ما إلا لو كان في مبرر منطقي اللي حصل هو طبعا يعني هناك توردت أخبار متضربة بالأمس حول مشكلة النشطات لكن ما قيل وما أكدته المصادر الرسمية أنه تم حل المشكلة وأنه سمح ليهم بالدخول طيب عايزة تعليق بس على موضوع ممكن يكون ده الخبر الأخير اللي نقرأه النهاردة بالتحليل وهو صفعة لأمريكا وأوروبا برلمان القرم يوافق على الانضمام لروسيا وده أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية دخلوا صراع في هذه المنطقة ومعروف طبعا أنه دولة القرم المستقلة أو جزيرة القرم المستقلة وما حدث في أوكرانيا هناك صراع ما بين روسيا وما بين أوروبا وأمريكا من جانب البرلمان في القرم صوت مبارح أنه الانضمام إلى روسيا بالكامل وأنه فيه استفتاء شعبي وأنه الرئيس الروسي يتحدث ورحب بهذا وبرلمان الروسي على الجانب الآخر برضو رحب بهذا القرار وبضم الجزيرة نعم وبالفعل فيه قوات من روسيا قوامها عشر آلاف مقاتل تحاصر القوات العسكرية التي لم تسلم في هذه الجزيرة وتتبع أوكرانيا وأعتقد أن في مارس أو في خلال فترة الاستفتاء المحددة سوف يحسم الأمر وتنضم شبه جزيرة القرم يعني شبه جزيرة القرم هي تبع أصلا لأوكرانيا ولا تبع لروسيا هي كانت جزء من أوكرانيا لكنها تتمتع بحكم مستقل وطبعا هي كانت بالتالي جزء من أوروبا لكن الآن بعد انفصالها أو قرارها بانضمامها إلى روسيا أصبحت بالفعل أو على قرب خطوات لأن تصبح جزء من روسيا يعني روسيا استغلت الموقف الذي يحصل في أوكرانيا استغلته لكن هذه صراعات القوة ولكن هو الشعب القرم أو برلمان القرم هو اللي خاد القرار بانه نضم من روسيا أنا أشكر حضريك جدا أستاذ عمر حسنين مساعد رئيس تحرير المصري اليوم وبشكرك على قراءة صحافة اليوم شكرا لحضريك فقراتنا متواصلة معك وفي نهارك سعيد راجعين بس بعد الخوف